السلام عليكم. اليوم اخوان درس مهم جدا لكل مالكي اجهزة الشاومي خصوصا المي تي بي سيك المي بوكس وايضا التليفزيونات شاومي. اخوان غالبا تعانون بعض المشاكل مثلا الجهاز يعيد تشغيل لوحده ثقل في الجهاز وهنا سنحتاج الى عمليات الريكوفري او الهارد ريزيت كما لو جاء من الشركة. اليوم سأعطيكم الحل اخوان وحصري هنا في القناة اخوان نبدأ بهذا الجهاز مثلا المي تيفيسيك هو الذي تشاهدون هنا لديه واحد اخر طبعا نفس طريقة بالنسبة للمي بوكس نفس طريقة بالنسبة لاجهزة التليفزيونات شاومي بكل الموديلات. نجيب الريموت اي كونترول اخوان نضعه على جنب في انتظار اننا سنقوم بفرمطة الجهاز بهذه الطريقة هي طريقة احترافية وسهلة جدا وتابعوها احباي. اولا اخوان من الافضل ان يكون لديكم قاطع كهرباء لانه سيساعد. الان هذا الجهاز هو شغال سأقوم بقطع الكهرباء هكذا. قطعنا الكهرباء عني المي تيفيسيك طبعا هي لدي واحدة هنا في خلف هذا التليفزيو. نجيب الى الريموت اخوان. الريموت لدينا زر الاوكي. ولدينا زر الرجوع. الاثنين نضغط عليهم هكذا. نبقى ضغطين عليهم. ونعطي تشغيل للجهاز. اوكي. ونضغط على الاثنين لمدة عشر ثواني. تظهر معكم طبعا هذه هي الشاشة. عشر ثواني. ونضغط الآن. نضغط على اوكي. وعلى زر الرجوع. اوكي. تمر العشر ثواني. انزع يدي عن الزرين. وستشاهدون ان هنا اخوان سيظهر معي في التليفزيون الريكوفري موت. شاهدوا اخوان ما الذي ظهر الآن. هذا هو الريكوفري موت بالنسبة لاجهزة شاومي خصوصا اليوم الشاومي مي تيفي. اتمنى انه يظهر معكم جيدا. كيف سنقوم بفرمطة الجهاز وحداري اخوان لكي لا تفرمطه بالكامل. سنذهب مباشرة الى هنا. الوايب داتا فاكتوري ريزد. فقط هذا الخيار اخوان. نضغط عليه. وبعد ذلك نضغط على يس. شاهدون اخوان هنا في الاسفل. بدأت عملية الفورمات. والآن اخوان سأضغط على الريبوت سيستام ناو. اوكي. والجهاز اخوان في عملية الريبوتينج. وسيعيد التشغيل. وهذه المرة اخوان الجهاز سيتفرمط او سيمسح كما لو كان. يعني جاي. عفوان. سنترك هذه اللقطة. اذا كما شاهدون الجهاز الان اخوان سيتم اعادة التشغيل. وكما شاهدون اخوان سيمسح بالكامل. سيمسح بالكامل. اجلب الريموت. طبعا لم يقل لها شيء. يتم الان اخوان. عملية الفورمات ستدوم تقريبا من دقيقة الى دقيقتين حسب الجهاز. اذا ننتظر لغاية ما يتم عمليات الاعادة بشكل كامل. اذا اخوان تم اعادة تشغيل الجهاز. كما شاهدون الان كما لو جاء من الشركة. اذا الان سنقوم بتوصيل الريموت. بضغطتين هكذا. كما شاهدون. ضغطات المتتالية. لغاية ما يتم التعرف على الريموت. كما تشاهدون اخوان. نختار اللغة. مثلا سأختار اللغة الفرنسية التي نفترض. او نختار اللغة العربية. ننزل للأسفل. طبعا هناك اللغة العربية. هذه اللغة العربية. ونكمل عمليات التوصيل العادي. مثلا نتركها على الولايات المتحدة الأمريكية. يرجى الانتظار. يعني كملوا انك شرية الجهاز من الأول. للتذكير فكل شيء سيمسح. يعني جميع حساباتكم على جوجل. على نتفلكس. لو كان لديكم اشتراك ستريمينج وغيره. وبعد ذلك تعيدون العملية اخوان بكل سهولة. مبروك عليكم الآن. سيكون الجهاز يعني كليين من غير مشاكل. اكيد هذه العملية ستحل جميع مشاكل. اجهزات المي تي في السيك المي بوكس. وكل الاجهزة اخوان التابعة لشركة شاومي. نضغط على التخطي طبعا نختار الواي فاي. وبعد ذلك طبعا بعد ذلك سنقوم بتنصيب النظام اخوان. اذا سأترككم لغاية ما ادخل كلمة السر ونكمل الفيديو. كما تشاهدون اخوان قمنا بفرمطة الجهاز. والآن صار هذا المي تي في السيك يعني كما لو ان اشتريته من الشركة. والطريقة كما قلنا ايضا بالنسبة للمي بوكس فهي نفس الطريقة. وايضا التلفزيونات الشاومي. دائما تذكروا جيدا زر الاوكي في الوسط وزر الرجوع الاثنين. نبقى ضغطين عليهم كما شاهدنا في الدرس اخوان. اتمنى ان تدعموا القناة اخوان بالشراك واللايك. وايضا تعليق اذا احببتم. وايضا الانتساب في القناة. اشكر كل المنتسبين على دعمكم احبائي. ونلقاكم ان شاء الله في درس قادم. تحياتي لكم.